سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيه يؤكد أنه سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية في لقاء مناقشة حول العلاقات الفرنسية المغربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعنشق في الدار البيضاء مبرزا أن الجامعة في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة أمس واليوم وغدا فرنسا واعية بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب كما تدرك التطور الذي يشهد العالم وفي الحوار الذي تجريه مع المغرب سيتم إثارة هذه القضية كما هو الحال منذ عام 2007 وذلك ضمن منطق الاستمرار في الشراكة القائمة منذ سنين وخلال العقود المقبلة سفير فرنسا بالمغرب قال أيضا أنه بفضل العلاقات المميزة التي تمكن المغرب من إقامتها مع البلدان الإفريقية خصوصا مع دول الساحل وغرب إفريقيا فلدى المملكة وفرنسا أشياء كثيرة يمكنهما القيام بها معا مؤكدا أن علاقات المغرب هي الأقدم والأكثر استقرارا مع البلدان الإفريقية فالعلاقات بين أوروبا وإفريقيا تمر بالضرورة عبر المنطقة المغاربية والساحل وغرب إفريقيا وهذا يضيف السيد السفير يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من ترسيخ المغرب في عمقه الإفريقي أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة